زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية واجهة المنطقة العسكرية الشمالية لواء حرس الحدود اثنين وخلال الزيارة افتتح جلالته أحد المباني الإدارية لإحدى وحدات لواء حرس الحدود اثنين والتي تم إنشاؤها بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى حرصا منه على توفير سبل الراحة لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وعلى رفع الكفاءة والروح المعنوية لديهم تلك المباني صممت بطريقة هندسية جديدة تتناسب وطبيعة المنطقة حيث تم إنجازها بوقت قياسي المستوى المتميز الذي وصلت إليه وحدات القوات المسلحة ومختلف تشكيلاتها والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبوها لاقت ارتياحا لدى جلالة الملك الذي أكد اعتزازه بنشام الوطن الذين يقدمون أرواحهم دفاعا عنه وحفاظا على أمنه واستقراره شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر